تستعد وزارة الداخلية لاستقبال وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية وذلك لجولة تفاقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي نطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية أوضحت الداخلية أن المركز يعد نموذجا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا